السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم بنام من كالر سبور لايف حب رحي فيكم في كوشي عالم صوفي اليوم ان شاء الله هنشتغل الجزء السبعة عشر هنبدأ ان شاء الله الجزء انا هستخدم اللون التي ليف الدور المية وخمسة اذا كنت هتشتغل بنفس اللون هتعملي منزلقة في فراغ السلسلتين التالي تطلعي سلسلة وتعملي حشو سلسلتين حشو اللي هي زاوية اذا هتشتغل بلون جديد هتعملي حشو واقف بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ تعملي حشو واقف في اي فراغ سلسلتين سلسلتين وزاوية هدي هي الزاوية الجديدة حقتك خلاص هنا يبدأ تكرار الضلع هتتجاهلي اول غرزة اول غرزة حشو هتعملي حشو في كل من الغرز المية تلاتة وتسعين التالية خلاص واحد اتنين تلاتة مية واحد وتسعين مية اتنين وتسعين مية تلاتة وتسعين تيوصل لي فراغ السلسلتين في الزاوية هتعملي فيها زاوية جديدة اللي هي حشو سلسلتين حشو كده يكون انتهت اكرار الضلع هتكرر الكلام في كل الاضلع التلاتة الباقية خلاص وتكفلي بمنزلقة هكمل الدور وارجعلك طيب انا كده خلصت الدور مية وخمسة بنهاية الدور المفروض يكون عندك سبعمية وتمانين غرزة حشو واربعة فراغات بسلسلتين في الزاوية نبدأ الدور مية وستة هستخدم فيه اللون اللايت بلو خلاصة الازرق الفاتح طيب اذا كنت بتستخدمي نفس اللون هتعملي منزلقة في فراغ السلسلتين التالي تطلعي ثلاث سلاسل تعتبريها اول عمود تعملي عمود تاني سلسلتين عمودين في نفس الفراغ وهذه الزاوية اذا بتشتغلي بلون جديد هتعملي زاوية في فراغ اي سلسلتين في الزاوية تشتغلي عمود واقف بسم الله نبدأ عمود اخر سلسلتين عمودين في نفس الفراغ خلاص الان يبدأ تكرار الضلع الواحد هتعملي عمود في اول غرزة اللي هنا بعد فراغ السلسلتين مباشرة الان في تكرار صغير هتعملي عمود في اللفة الخلفية للغرزة التالية هذا تكرار صغير ابدأ من هنا هتعملي عمود في اللفة الخلفية للغرزة التالية هذه الغرزة التالية في اللفة الخلفية فقط خلاص عمود هتعمل عمود في الغرزة الثلاثة التالية عادي تعمل عمود في الغرزة عادي واحد اتنين ثلاثة خلاص هتكرري هذا الكلام 47 مرة كمان هكرري وارجعلك طيب كده عندي انتهى التكرار المفروض يتبقى لك بنهاية التكرار غرزتين قبل فراغ السلسلتين اللي في الزاوية خلاص هتعمل عمود في اللفة الخلفية للغرزة التالية وتعملي عمود في آخر غرزة والغرزة اللي بعدها خلاص بعد كده هتعملي زاوية جديدة فراغ السلسلتين التالي اللي هي عمودين واحد اتنين سلسلتين عمودين كده انتهى تكرار الضلع الواحد هتكرري الكلام هذا في الثلاثة الاضلاع التالية وتنهي بمنزلقة خلاص هتكرري الدور وارجعلك طيب بنهاية الدور مية وستة المفروض يكون عندك سبعمية وستة وتسعين عمود واربع فراغات بسلسلتين في الزاوية هنبدأ ان شاء الله بس خليني اقول لك انه الدور مية وستة هيكون قاعدة خلاص بداية يعني حيصير في عندك سطور تشتغلي فيها الان من مية وستة الى عدد معين هيكون لك غرزة الدايمونز او غرزة الالماس او غرزة المعين هتعملي معين طبعا المعين عشان تعمليه زي غرزة الزكزاج تكون غرز سطحية وتحتها في غرز تانية الغرز اللي من تحتها زي الطبقة كده عاملة زي الشريط وفوقها غرزة الالماس او غرزة الدايمونز الغرز اللي من تحت هنسميها القاعدة وهادي بداية القاعدة اما انه انت تعملي كل الطبقات اللي من هنا من تحت غرزة الالماس او الدايمونز تعمليها بنفس اللون او تعمليها بألوان مشكلة سوف أستخدم اللون البورغندي نبدأ الآن الجزء الأول من بترون الدايموند أو بترون الألماس هتبدأي هنشتغل بالدرجة الأولى في غرز الدور 106 وغرز الدور 105 وتقترح عليك أنه لما نشتغل الآن الدور 107 كمان الدور 110 يكون بنفس اللون ليه؟ عشان الدايموند هيكون بدي الطريقة خلاص الألماس مثل المعينات ف107 نازل من هنا وبعدين 110 هيجي كده يصير كامل متكامل مع بعضه بنفس اللون خلاص أنا إن شاء الله يكفيني اللون بإذن الله فحبدي الآن إذا كنت بتستخدمي نفس اللون إحنا أنهينا هنا طيب بمنزلقة صح ولا لا فحتطلع السلسلة وتعملي حشو في نفس الغرزة اللي أنهينا عندها إذا كنت هتستخدمي لون جديد طيب هتشتغلي حشو واقف في الغرزة ما قبل الأخيرة من أي جانب فأنا عندي هذا الجانب هادي الأخيرة وهادي ما قبل الأخيرة حشتغل فيها حشو واقف بسم الله الرحمن الرحيم يلا نبدأ من جد أتمنى أنه أنتوا شايفين من الإضاءة دي أنا أحاول إن شاء الله أغير بعدين المكانات لحظة لحظة الآن يبدأ تكرار الضلع الواحد هتعملي ثلاث سلاسل خلاص خلاص واحد اتنين ثلاثة حتتجاهلي آخر عمود موجود عندك في الضلع تتجاهلي فراغ السلسلتين تتجاهلي أول عمود موجود عندك في الدور 106 أو في الضلع بداية الضلع الجديد خلاص هتعملي حشو في الغرزة اللي بعدها أو في العمود اللي بعده بهذه الطريقة حيصير عندك الشغل طيب بعد كده هتعملي ثلاث سلاسل واحد اتنين ثلاثة هتشتغلي أمام غرز الدور 106 هتعملي منزلقة حوالين جسم الغرزة الثانية من الدور 105 لو تلاحظي عندي واحد اتنين الدور 105 لو تلاحظي في غرز كلها حشو الغرز هادي خطوة هتساعدك كثير في الشغل الغرز اللي اشتغلنا فيها في اللفتين زي هدول هادي ما هتشتغلي فيها ولا هتمسكيها دايما عينك على الغرز اللي اشتغلنا في اللفة الخلفية وفيها لفة أمامية فاضية شايفينها هادي 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 لما نقولك اشتغلي في غرز الدور 105 هتشتغلي على طول دايريكت في هادي الغرز عشان كده احنا اشتغلنا في اللفة الخلفية عشان يساعدنا زي ما انت شايفة في تحديد مكان الغرز اللي احنا محتاجين نشتغل فيها خلاص طيب اذا تاني غرزة من الدور 105 عندي واحد اتنين تاني غرزة لو تلاحظي انا اشتغلت في اللفة الخلفية تبعها فانا هعمل منزلقة كده بدي الطريقة حوالين او منزلقة امامية حوالين جسم تاني غرزة من غرز الدور 105 خلاص هعمل ثلاث سلاسل واحد اتنين ثلاثة هتجاهل الثلاثة الورزة التالية من الدور 106 واحد اتنين ثلاثة هعمل حشوب في الغرزة اللي بعدها الان لو تلاحظي عشان تكد انت بتشتغلي صح الدور 106 الغرزة اللي اشتغلت فيها هتقع في النص موجودة في النص مبين الغرز اللي هعمل فيها المنزلقات من الدور 105 عندي هنا منزلقة اولى خلاص والغرزة اللي بعدها على طول هكون شغالة فيها هنا مظبوط لو تجي الطالع بينهم واحد اتنين ثلاثة الغرزة اللي في النص هي اللي اشتغلت فيها طيب الان هنا يبدأ تكرار صغير هتعملي ثلاث سلاسل واحد اتنين ثلاثة طيب هتشتغلي امام غرز الدور 106 هتتجاهلي ثلاثة غرز من الدور 105 انا هنا اشتغلت المنزلقة مظبوط عندي واحد اتنين ثلاثة اللي بعدها هتلاحظي انه احنا شغالين في اشتغلنا فيها في اللفة الخلفية وفيها اللفة الامامية فاضية مظبوط فيها منزلقة حوالين جسمها منزلقة امامية حوالين جسم الغرزة من الدور 105 بدي الطريقة هتعملي ثلاث سلاسل اتنين ثلاثة هتتجاهلي ثلاثة غرز من الدور 106 واحد اتنين ثلاثة هتعملي حشو في الغرزة اللي بعدها خلاص ولو تلاحظي انها موجودة في النص مبين غرز الحشو اللي فيها اللي اشتغلنا فيها في اللفة الخلفية في النص هي الغرزة اللي اشتغلنا فيها دوبنا كده شايفة فانت عندك هنا في النص واحد اتنين ثلاثة ثاني واحدة هي الغرزة اللي اشتغلنا فيها دوبنا طيب هتكرر يده الكلام 48 مرة كمان خلاص هكرر وارشعلك طيب بنهاية التكرار المفروض تكون باقي لك واحد عمود في نهاية الضلع قبل فراغ السلسلتين خلاص هترجع تكرري مرة تانية اللي استغلنا فيه من بداية الضلع وتكملي داير ميدور لما توصلي لاخر تكرار اخر تكرار هتكوني قريدي عاملة زي ما عملنا احنا في بداية الدور اللي هو الحشو اللي هنا بس مجرد انه انت تعملي المنزلقة دلات سلاسل وتدفلي بمنزلقة وتنهي الدور خلاص وتقص الخيط طبعا وتنهي لانه هنشتغل في الطبقة التانية من القاعدة اللي خلف بترون الدايمونز او الالماسات خلاص انا هكمل بقيت الدور بالكامل وارجعلك في نهاية الدور اوكي كده خلصت الدور 107 بنهاية الدور المفروض يكون عندك 200 غرزة حشو 396 فراغ بثلاث سلاسل بما فيها فراغات بثلاث سلاسل اللي في الزوايا تقولك بعد ما تنهي الدور المفروض انه انت اشتعملي تقليبي فراغ الثلاث السلاسل على ورا خلاص اللي في الزاوية بس كلها طيب اوكي الان زي ما انت ملاحظة انا بدلت باللون التركواز كنت باشتغل باللون البورغندي وبدلت باللون اللي هو التركواز ليش؟ بدأت اشتغلت باللون البورغندي خلاص وانا المفروض انه انا اشتغل الدور 107 باللون ونفس اللون اتخدمه كمان في الدور 110 عشان اقفل ويصير شكل معين متكامل لانه هيصير هذا الدور كده الدور اللي بعده هيجي كده ويتصلف بعض خلاص اكتشفت انه اللون البورغندي ما هيكفيني وانا احتاجه في غرزة زخرفية حسويها نهاية لما ننهي من صوفي تماما غرزة زخرفية على السطح او الريكهية بعدين فخليتها فضلت ان انا استخدمها في الغرزة الزخرفية بما انه في امكاني استخدم اي لون ولازم استخدم لون اقدر استخدمه يعني يكفيني داير ميدور وكمان يكفيني داير ميدور في الدور 110 فانا دورت كده في الالوان وطالعت لقيت انه افضل لون استخدمه التركوع اولا هذا اللون معد هنستخدمه بعد كده او احنا استخدمناه اخر مرة في اين كان هنا فاكرين وقلت لكم معد هنستخدمه بعد كده وركنناه وفي له كمية كويسة من الخيط فبدل انه انا اهدره واستهلك لون تاني والاقي نفسي بعدين فجأة لنهاية او في الجزء الاخير في صوفي انه انا محتاجته ومعد عندي خيط كفيني فانا هستخدم لون التركوع خلاص حسيت انه حيدي اضافة جميلة لانه اللون كان بعيد جدا اللي استخدمته في التركوع ومن زمان ما استخدمته ومعد بنستخدمه فاقلت استهلكه وهذا اللي بقي منه بعد ما استخدمته عملت الدور 100 بس هدا اللي انا حبيت اقوله حاليا الان في الدور 108 108 حيكون الجزء التاني من جزء القاعدة اللي تقع تحت بترون الالماس او بترون المعين عندك اختيارين اما انه انه انت تستخدمي نفس اللون تكملي الادوار كلها الخلفية بنفس اللون تصير خلفية لون واحد صلد يعني مثلا ان اللون اللي استخدمته هنا في اللي هو في الدور 106 كان اللون الازرق الفاتح ممكن استخدم اللون الازرق الفاتح اذا حبيت لكن انا ما ابغى فانا ايش هسوي هستخدم اللون عشان حامل زي التدرجات اللونية هستخدم اللون الاركيد خلاص اذا حبيت استخدمي نفس اللون استخدمي اذا حبيت استخدمي لون اخر استخدمي اللون اللي انت تبغي الان زي ما قلتلك اول خطوة هترجع كل السلاسل الابو السلاسل اللي في الزوايا اللي ورا خلاص هتشتغل تعملي نص عمود واقف في اي فراغ سلسلتين في زاوية في الدور 106 106 كان عندي باللون الازرق الفاتح اللي هو الدور التحتاني خلاص او الطبقة التحتانية او البيس او القاعدة تبع بترون الدايموند او بترون الالماس او بترون المعين خلاص فحشتغل اعمل طبعا ما هتشتغلي لما انتجي تشتغلي فراغ السلسلتين في الدور 106 ما هتشتغلي في فراغ الثلاث سلاسل اللي هنا هدي هتسيبيها فاضية عشان هدي هتساعدك تكملي بيها تكملة البترون اللي هو بترون الالماس أو بترون المعين في الدور 110 هتستفدي منه في الدور 110 هتستخدمي فلا تشتغلي فيه خلي على ورا واشتغلي في 106 في الدور 106 خلاص هشتغل اعمل نص عمود واقف بسم الله نبدأ الدور خلاص بعدين هعمل نص عمود تاني سلسلتين اتنين نص عمود كلها فراغ السلسلتين في الدور 106 خلاص الآن يبدأ تكرار الجانب الواحد أو الضلع الواحد عندك الغرزة الاولى أو العمودة الاول في الدور 106 اللي تيجي بعد الزاوية على طول شايفتها هدي هي هتشتغلي فيها كمان نص عمود خلاص وكمان لا تنسي انه انتي ما رح تشتغلي في فراغ الثلاث سلاسل اللي من الدور 107 هدي مرة ما تمسكيها فهشتغل نص عمود في اول غرزة في الضلع في الدور 106 الآن في تكرار صغير خلي بالك منه التكرار يقول لك هتشتغلي نص عمود في الثلاثة الغرزة التالية من الدور 106 واللي تقع بين غرزتين الحشو من الدور 107 107 بالتركواز هادي غرزة حشو وهدي غرزة حشو بينهم كان في ثلاث غرز سدناهم تجاهلناهم فكرينهم في كل غرزة هتشتغلي نص عمود شايفينها واحد اتنين ثلاثة هتشتغلي حشو خلفي في الحشو التالي من الدور 107 الحشو التالي هنا هعمل في حشو خلفي خلاص اكرر لكم هو عشان اللي ما انتبهت زي الناس هعمل حشو خلفي هبعد الدل هذا عشان لا يخربطك هعمل حشو خلفي في الحشو التالي من الدور 107 هذا الحشو التالي مصبوط هدي كانت غرزة الحشو هدخل الصنارة من تحت السلسلة من هنا امام غرزة الحشو لورا شايفة بعد تاني كده من هنا لهنا هسحب الخيط وارجع تاني كده شايفين لو جيت رفعت الحشو على فوق لانه طبعا السلاسل بتسحبه على تحت لو جيت رفعته على فوق هتلاحظ الغرزة جاية من امامه مصبوط خلاص تكملي غرزة الحشو حقتك طيب هتكرري هذا الكلام 48 مرة كمان هكرر وارجع لك اوكي كده خلصت التكرار زي ما انت شايف هده سرشك لها وانهينا بالحشو الخلفي حولينا الحشو اللي في اخر ارجع كرير تاني في اخر تكرار هده هو الحشو الخلفي شايفة وطبعا لا تنسي انه السلسلة ثلاث سلاسل اللي في الزاوية من الدور 107 هترجع على وراء وحنشتغل في الزاوية اللي تحتها من الدور 106 الان بتقول بيقولك هتشتغلي نص عمود في اخر غرزة قبل فراغ سلسلتين في الزاوية من الدور 106 في اخر غرزة في الضلع فهادي اخر غرزة في الضلع قبل فراغ الزاوية شايفينها هادي اخر غرزة هشتغل فيها نص عمود ولا تنسي انه هشتغل امام فراغ الثلاث سلاسل من الدور 107 اللي باللون التركواز ما حمسكم طيب في فراغ السلسلتين في الزاوية من الدور 106 هشتغل زاوية جديدة اللي هي اتنين نص عمود سلسلتين اتنين نص عمود وطبعا بنشتغل امام فراغ الثلاث سلاسل كده يكون نخلص الضلع الواحد هتكرري الكلام هذا ثلاث مرات داير ميدور وحتينهم منزلقة في اول نص عمود سوينا في الزاوية الاولى اللي سوينا خلاص انا هكمل الدور 108 وارجع لك انا كده خلصت الدور 108 في نهاية الدور المفروض يكون عندك 108 غرز نص عمود واربع فراغات بسلسلتين في الزاوية عفوا 808 غرز اللي هي 196 حشو خلفي و612 نص عمود خلاص واربع فراغات بسلسلتين في الزاوية طيب في الدور 109 وهو اخر دور في دا الجزء ان شاء الله هنكمل القاعدة خلاص تبع بترون ال الالماس او بترون المعين خلاص هنعمل كمان طبقة تانية من طبقات القاعدة اذا حابت استخدمي نفس اللون هتعملي احنا عملنا منزلقة هنا مزبوط هتعملي منزلقة في نص العمودة التالي وبعدين تعملي منزلقة في فراغ السلسلتين خلاص تطلع السلسلتين وتعملي زاوية جديدة اذا كنت هتشتغلي بلون جديد انا هستخدم اللون البيبي اذا كنت هتشتغل في اي فراغ سلسلتين في اي زاوية باي باي ماما هتشتغل في اي فراغ سلسلتين في اي زاوية وحاعمل زاوية وحاعمل زاوية ايش هي الزاوية اتنين نص عمود هعمل اول شي نص عمود واقف خلاص نص عمود اخر سلسلتين نص عمود ونص عمود اخر في فراغ الزاوية عندك الآن يبدأ تكرار الضرع الواحد هتتجاهلي اول غرزة من الدور 108 هادي اول غرزة واصلا هي هتكون غرزة مخفية لانه اذا تبتشوفي عين الغرزة لازم تباعد دا وهذا هو عينها شايف عينها فهي كده كده اصلا مخفية فانتي هتتجاهلي اول غرزة وتبدي تشتغلي تعملي نص عمود في الميتين واحد غرزة التالية هي الغرز من الضلع للضلع ميتين واثنين خلاص هتتجاهلي واحدة غرزة اللي هي بعد الزاوية مباشرة هتتبقالك ميتين واحدة غرزة هتشتغلي في كل واحدة نص عمود هتبدأ معاك في البداية واحد انين تلاتة ميتين ميتين واحد بعد كده هتوصل للزاوية الجديدة تفرغ سلسلتين هتعملي زاوية كمان اللي هي اتنين نص عمود سلسلتين اتنين نص عمود هترجع تكرري دا الكلام مرة تانية اللي هي هتتجاهلي الغرزة الاولى وبعد كده هتبدأ تشتغلي طبعا هي الغرزة الاولى مخفية زي ما انت شايف العين تحت الغرز هتبدأ تشتغلي من هنا هتعملي نص عمود في ميتين واحد ورزة طبعا هتتجاهلي هادي الورزة اللي هنا في البداية هي اصلا مخفية شايفينها ويتعملي زاوية في كل زاوية تنهي بمنزلقة وتقص الخيط وتخفي الديل تبع الخيط وتخفي النهايات هكمل الدور وارجعلك طيب كده انهيت الدور 109 بنهاية الدور المفروض يكون عندك 820 نص عمود واربع فراغات بسلسلتين في الزوايا كده نكون انهينا الجزء السبعتاش الحمد لله عزرا اذا تأخر مرة عليكم عزروني عشان الظروف ان شاء الله ان شاء الله نجيكم ولاقيكم في الجزء الثمانتاش قريب اذا كان فيه سؤال او استفسار اسألوا في التعليقات تحت الفيديو او على الانستجرام وهذا حسابي هنا تحت امركم وبس ان شاء الله يكون الجزء سهل وبسيط وتقدروا تسويه بسرعة ما ياخد منكم وقت اتمنى لكم نهار سعيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر